اشتركوا في القناة ونكمل المؤيسة رقم 8 فالنهاردة اتابع المؤيسة رقم 8 وعرفنا ان المرة اللي فاتت ان في بعض العناصر المهمة لازم اأكد عليها عشان ابدأ اتعامل مع حل مادة التخطيط وادارة الانتاج ايه هي اول حاجة لازم اقرأ الهد التاعي كويس جدا ليه لان الهد التاعي الهد الرئيسي باخد منه بعض العناصر المهمة او بعض البيانات المهمة اللي هي بتساعدني في الحل ايه هي الكسافة والصمك تمام وببدأ ممكن يقول لي 8 كيلو النحاس لاني او 8 كيلو المنتج بتاعي او الخامات بتاعتي خلي بالي ان مادة التخطيط ما هي الا ان انا رحلة معينة بمشي فيها عشان ابدأ ان انا اصعر وتمن المنتج بتاعي بشكل كويس جدا وابدأ ان انا احسب كل المدخلات ما يحصلش عندي اي خسارة او اي ايه لازم يحصل عندي عملية المكسب او بحسب كل التكاليف بتاعتي فهنا ببدأ هذه الخطوات عن طريق عدة خطوات معينة منها اول حاجة لما بحدد هذا البند سواء كان حجم ام مساحة ببدأ ان انا اجيب القانون الذي يخص هذا البند وابدأ احط تمام البند كان حجم هجيب قانون الحجم بتاعي وابدأ احط تمام البند كان مساحة اجيب قانون المساحة وابدأ احط وابدأ بعد كده اشرح هذا القانون ووفصصه تمام وابدأ ان انا اتعامل مع هذا القانون وبعد كده ابدأ ان انا اعوض في هذا القانون بتاعي وبعد كده خلص خالص البنود بتاعتي اخد كل البيانات بتاعت المساحات بتاعت او البنود المساحات وحطها في الجدول تحت بند المساحات عفوا واخد كل البيانات بتاعت الحجوم بتاعت وحطها تحت بند الحجوم وجمع خانة المساحات وجمع خانة الحجوم تمام وحول المساحة الى حجم احول المساحة الى ايه الى حجم وبعد كده اقوم جامع الحجم اللي موجود عندي مع الحجم الاصلي اللي موجود عندي داخل المعيسة تمام وبعد كده احول هذا الحجم الى وزن احول الحجم الى ايه وزن تمام عن طريق قانون معين في بعض القوانين لازم اكون مركز عليها حولت الحجم بتاعي الى وزن تمام عن طريق ضرب الحجم في الكساف بعد كده ابدأ اجيب تمن الخامات اللي موجودة عندي تمن الخامات حسب السعر اللي هو بيدهاني انا مليش جع وهو قال لسعر النحاس او الفضة سعر اقل بالسوق انا مليش جع وانا المهم البيانات اللي موجودة عندي داخل ايه المؤسسة بتاعتي عشان اقدر ان انا اتعامل معاه تمام بعد كده بحسب الاجور العمال والمصنعية بحسب المصاريف النسرية بحسب انا عايز اكسب قد ايه بحسب انا صرفت قد ايه الالات كل حاجة وطلع ايه المنتج بتاعي فهنكمل المؤسسة بتاعتنا اللي احنا بدأناها الحلقة السابقة ولكن الوقت ما مساعناش ان احنا نخلصها فالنهاردة ان شاء الله هنخلصها ونشوف هنتعامل معها ازاي فلازم اقرى الهد اول حاجة الهد بتاعي الرسم الموضح عبارة عن شمعدان لمكتب مصنوع من النحاس الاصفر سمك ثمانية من عشرة ميلي يبقى السمك عبارة عن ايه تمانية من عشرة ميلي وكسفته تمانية واحد من عشرة جرام لكل سنتيمتر مكعب يبقى خلي بالي انا دلوقتي ابتديت ااخد بعض البيانات من اللي هده هو السمك بتاعي المعدن بتاعي تمانية من عشرة ميلي ادي بيان هو موجود عندي كسافة المعدن اللي تصنع منه تمانية واحد من عشرة جرام لكل سنتيمتر المكعب ادي بيان تاني ثمن كيلو النحاس كان اتنين واربعين جنيه ادي بيان تالت تمام في بيانات انا باخدها خلي بالي المجموعة المطلية بعدد واحد ونص جرام هو طالة المنتجات بتاعته من الدهب بواحد ونص جرام هنشوف هو هيقول لي بعد كده سعر الجرام قد ايه تمام واحد ونص جرام ذهب لعدد خمس شمعدانات يبقى هنا ده البيانات اللي انا الدهاني او الهد بتاعي اللي موجودة عندي داخل الايه المؤسسة بتاعتي وابدى ابص على الشكل المنتج بتاعي المنتج بتاعي عبارة عن شمعدان لانه هنهدى اتعامل مع كل الاجزاء اللي موجودة عندي ديت بالتفصيل اه اه سواء كان جزء اه جزء جزء حسب ما هو يا ايه يقول لي طبعا احنا في الحلقة السابقة اتخذنا مجموعة من الاجزاء ووقفنا عندي جزء معين تمام اول جزء موجود عندي مخروط ناقص كتره الاجبر اتنين وستة من عشر سنتي والاصغر واحد وستة من عشر سنتي ورسمه ستة من عشر سنتي خلي بالي من حاجة هنا انا كل المؤيسة فيه مطلوب هو طالبه مني نفتكر مع بعض مطلوب ان هو يتم من هذه المنتجات عن طريق مجموعة من البنود طيب اول كان باندي عندي المرة اللي فاتت كانت اللستوانة المشتوفة تمام حلو قوي النهاردة انا اتدى معايا بالمخروط الجزء اللي موجود في النص ده طيب لازم عشان ادى ان انا اتعامل مع هذا البند اسأل نفسي السؤال الاول خلاص انا بحاول ان احنا ناكد على المعلومة اكتر من مرة عشان نحفظ ونفهم ونطبق يبقى هنا انا شغلت دماغي في جميع الايه الاتجاهات هنايا شافت البند تمام دماغي ترجيمة القانون بتاعي ابتدت ان انا اطبق حلية صح تمام يبقى انا هنا شفت البند اتعي شفت شكله جبت القانون بتاعي ابتدت ان انا اطبق اعوض الاقي نفسي حلية صح بعد كده اهم اعمل ايه باصس على الرسمة بتاعتي مخروط ناقص يا ترى هذا المخروط بسأل اهو نفسي السؤال مصمت ولا مفرغ لا قال لي مصمت ولا قال لي مفرغ قال لي تعامل انت في الحالة دي هاتعامل معاه لانه ايه مخروط ناقص مفرغ مخروط النقص مفرغ عبارة عن ايه حجمه ولا مساحة مساحة طيب ادي شكل المخروط النقص اللي موجود عندي في الرسمة بتاعتي نرجع لبعض تاني ونشوف بقى يا ترى القاعدة العليا اللي موجودة عندي عبارة عن ايه عبارة عن دايرة ولا عبارة عن مربع ولا مسدس ولا ايه بالزبط مخروط دايرة قاعدة الصغرى دايرة طب المخروط ده كامل ولا ناقص كامل يبقى دايرة واحدة قاعدة واحدة ناقص يبقى قاعدتين قاعدة عليا وقاعدة صغرى طب انا قلتلكم قبل ايه كده طالما عندي قاعدتين نهات المتوسطة عندي ارتباعين نهات المتوسطة طيب قانون القاعد قانون المخروط الناقص المحيط المتوسط في الراسم المحيط المتوسط في الراسم خلي بالي من حاجة مهمة قوي لان في بعض الاحيان هيجي يديني الارتفاع العمودي الراسم ده اللي هو دل المايل بتاعي او الوجه بتاعي المايل تمام خلي بالي لو اديني الارتفاع العمودي هجيبه من قانون الراسم اللي هو عبارة عن ايه? الراسم قانون الراسم جزر التربيع. عين تربيع? زائد. مربع نص الفرق ما بين القاعدتين. مربع نص الفرق ما بين القاعدتين. يعني هجيب القاعدتين القاعدة الكبرى والقاعدة الصغرى. واترحهم من بعض. واجيب نصها. وربحها. كل ده تحت الجزر. بجمع عليه الارتفاع بتاعي. بطلع الراسم لو هو الدين الارتفاع العمودي. دي في حالة الارتفاع العمودي. هولا تاني. هولا تاني. جزر التربيع. عين تربيع الارتفاع العمودي. عندي اللي هي الارتفاع العمودي. عين تربيع. زائد. مربع نص الفرق بين القاعدتين. يعني اجيب القاعدتين. واترحهم من بعض. واجيب نصها. وارجع رباحها. وحطها تحت الجزء واجمعها على الارتفاع اجيب الراسم بتاعي يبقى هنا انا ما عنديش ادنى مشكلة اشوف البند بقى هو الداني الراسم ولا الارتفاع العمودي شفت كلمة صغيرة فرقت معايا في البند خالص كليتا يبقى هنا لو قال لي راسمه يبقى الراجل ده ريحني وقطر خيره لان انا لا اخش على جزء ولا اخش على الارتفاع طيب الداني الراسم يبقى هاخده زي ما هو واضرب في قانون وحطه في قانونه او في مكانه قانون المخروط الناقص القاعدة المتوسط المحيط المتوسط في الراسم المحيط المتوسط طه قاف واحد زائد طه قاف اتنين على اتنين ممكن اخد طه عامل مشترك يعني محيط القاعدة الكبرى زائد محيط القاعدة الصغرى على الاتنين طب ليه انت خدت طه قاف لان القاعدة عبارة عن دايرة القاعدة عبارة عن ايه دايرة القاعدة عبارة عن دايرة تمام يبقى هنا مخروط ناقص قطره الاكبر اتنين وستة من عشرة سنتي والاصغر واحد وستة من عشرة سنتي وراسمه ستة سنتي يبقى هنا اعوض في القانون بتاعي المسيحة الجانبية المحيط المتوسط في الراسم طه قاف واحد افتح قوس قاف واحد قاف اتنين على الاتنين في الراسم طب كان باتنين وعشرين على سبعة قاف واحد باتنين وستة من عشرة زائد واحد وستة من عشرة على الاتنين في ستة هيديني تسعة وتلاتين وستة من عشرة سنتيمتر مربع وكده انا خلصت قانون الايه المخروط النقص وده احطه تحت بند المساحات بتاعتي طيب يبقى انا دلوقتي جيت القانون عوضت داخل هذا القانون وابتديت ان انا ابدأ ان انا احل وعوض ببدأ ان انا اطلع الناتج بتاعي طب بيقول لي نص قرة قطرها اتنين وستة من عشرة نص قرة قطرها اتنين وستة من عشرة طب يا طلع حجم ولا مساحة 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 نص قرة هجيب الاول قانون القرة اربعة طب نك تربية خلي بالي في عندي حجم القرة وفي عندي مساحة القرة هو القانون ده حجم ولا مساحة 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 الكرة اربعة طه نق تربية اربعة طه نق ايه تربية طيب هبدأ ان انا اضرب في نص لان هو عندي هنا نص كرة تمام يبقى نص اربعة في طه في نق تربية يبقى نص في اربعة في اتنين وعشرين على سبعة النق عبارة عن تلتاشر على عشرة في تلتاشر على عشرة ان النق تربية هتديني عشرة وستمية اتنين وعشرين من الف سنتيمتر مربع سنتيمتر ايه مربع وبكده يبقى انا خلصت البند التاعي خلي بالي انا هنا ضربت في نص لانه هو عبارة عن نص كرة يبقى انا خلي بالي بعمل ايه دلوقتي انا دلوقتي بركز معك هو في حاجة مهمة سألتي نفسي السؤال الاول يا ترى البند ده حجم ولا مساحة حجم تمام لا ده مساحة تمام المهم انت عارفت حجم هتلي قانون الحجم عرفت انه مساحة هتلي قانون المساحة ابدأ بقى بص على الشكل وشوف هل يطرى الشكل ده كامل ولا جزء من الشكل لان بيقول لي ايه ممكن يكون نص كرة نص اه اه تلت اربع كرة يبقى هنا انا بشوف الجزء اللي هو جابهولي ادي ايه بالزبط واضرب فيه نص او حسب ما هو قالي تمام بعد كده ببدأ ان انا اعوض في هذا القانون بلاقي نفسي حلية مظبوط نشوف البند اللي بعد كده بيقول لي جزء منفز بطريقة الخرط على طول مصمط من قبل ما كمل البند التاعي انه هو مصمط يبقى اللي انه هو منفز بطريقة الخرط جزء منفز بطريقة الخرط يعني مصمط تمام او بيأكد ويقول لي من استوانا مصمطة حجم ولا مساحة حجم على طول طبعا تمام كتر قعدتها واحد وتمانية من عشرة وارتفاعها كام واحد ونص سنتي طبعا يبقى هنا ارجع تاني لقانون حجم الاستوانا وقانون حجم الاستوانا عبارة عن ايه مساحة القعدة في الارتفاع طيب يا ترى هو مديني الاستوانا دي مشتوفة ولا كاملة كاملة يبقى في الارتفاع طب مشتوفة يبقى في الارتفاع المتوسط ده لو كان حجم مساحة القعدة في الارتفاع مساحة القعدة عبارة عن مساحة الدائرة مساحة الدائرة اروح اجيب قانون مساحة الدائرة طهنك تربيع واضرف في الارتفاع والارتفاع المتوسط لو كانت فيه اكبر واصغر تمام كده طيب المساحة لو هي مساحة بقى لو البند ده مساحة بقى اكد تاني لو البند ده مساحة محيط القعدة في الارتفاع القعدة عبارة عن ايه دائرة مشتوفة تتغير خلاص في الارتفاع تمام محيط الدائرة تهقف في الارتفاع طيب الارتفاع ده ارتفاع كامل ولا فيه شطفة عندي يعني ارتفاع متوسط ده كامل يا مستر طب لو متوسط هجمع الارتفاع الاكبر زاد الارتفاع الاصغر واقسم على اتنين تمام يا طرى بقى هسأل نفسي سؤال اللي استوانة دي ليها قاعدة ولا ملهاش لان ممكن هو يقولي ولها قاعدة عليا يبقى في الحالة دي هجيب مساحة الدايرة واجمعها على المساحة الجانبية تمام طيب ممكن يقولي كمان ان اللي استوانة دي بيهاسوق بنافذ ده المصمطة يبقى انا هفرغ استوانة من استوانة يبقى هجيب الحجم الكل بتاع الاستوانة واطرح منه حجم استوانة تاني طيب في الاستوانة المفرغة ممكن يقولي ان القاعدة دي مفرغ منها دايرة يبقى هنا المساحة الكلية نقص مساحة الدايرة دي سوابة لازم اأكد عليها عشان ما يحصلش ان انا اطلغبط في قلب اي مؤيسة داخل مادة التكاليف نرجع تاني للبند بتاعي بيقولي جزء منافذ بطريقة الخارط يعني جزء مصمط من استوانة مصمطة قطر قاعدتها واحد تمانية من عشرة وارتفاعها واحد ونص وادي شكل الاستوانة انا خلاص انا مش محتاجة انا اشوف شكلها بس انا خلاص انا حفزت الموضوع اه دي الاستوانة بتاعتي وادي القاعدة بتاعتها عبارة عن دايرة وابدأ بعد كده اشوف القانون بتاعي حجم ولا مساحة؟ حجم لان استوانة مصمطة محيط القاعدة ولا مساحة القاعدة؟ مساحة القاعدة القاعدة عبارة عن ايه؟ دايرة يعني الطه نق تربية في الارتفاع يا طرق الارتفاع متوسط ولا ارتفاع؟ لا دا ارتفاع يبقى في عين طيب طيب كام؟ باتنين وعشرين على سبعة طيب نق بكام؟ تمنتاشر على عشرين فيه تمنتاشر على عشرين طيب ليه مساحة بدرتها مرتين؟ لان هي تربيع في القانون بتاعي انا كده عرفت كل حاجة موجودة عندي في الارتفاع طلعت الناتج بتاعي اللي هو حجم الاستوانة هاخده بعد كده على البند بتاع الحجم اللي موجود عندي في ايه؟ فداخل الجدول بتاعي وابدأ احطه داخل الجدول بتاعي يبقى انا عرفت البند عبارة عن ايه؟ فصصته وشرحته ودماغي ترجمت وعرفت القانون بتاعي وابدأ ان انا هنا اعود هطلع الناتج بتاعي واشوف الجزء اللي بعد كده جزء مشكل باسلوب الجمع اه ده انا الحلقة السابقة قلتلكم اني خلي بالي فيه سوابت عندي لازم اأكد عليها تاني عشان نبقى عارفين جزء مجموع يطرع حجم ولا مساحة على طول حق مساحة لان كل الاجزاء المجموعة مساحات طيب مساحة الجزء المجموع مساحة دايرة مساحة الدايرة عبارة عن ايه؟ طه نق تربيع طه نق تربيع طيب يبقى اذا طه باتنين وعشرين على سبعة اللي هي نق حسب الكتر بتاعي تمام جزء مجموع طب يا طرى هو ينديني اني حالة من الحالات بتاعت الجزء المجموع نشوفها كتر قعدته الصغرى اتنين سنتي وكتر فوها اربعة سنتي وارتفاعه واحد سنتي يبقى كتر فوها كتر قعدة تمام او كتر فوها وكتر قعدة والعمق بتاعي او الارتفاع بتاعي وبص على الشكل بتاعي ادي جزء المجموع بتاعي ده انا خلي بالي لازم ادرس الجزء المجموع ده كويس جدا هو الراجل الداني هنا في المؤيسة بتاعتي ايه كتر الفوها يعني كتر بتاعي اللي هو كتر اللي فوق ده وبعدين الداني كتر قعدة والداني العمق بتاعي يعني الارتفاع ده تمام يبقى هنا لازم اعرف ادي خط النص بتاعي تمام الداني ايه هو بقى انا النق بتاعتي عبارة عن الجزء ده اللي هو في الجنب ده زائد الجزء القعدة بتاعتي يبقى انا النق بتاعتي عبارة عن ايه الجزء اللي موجود على الجنب ده زائد القعدة بتاعتي زائد الحتة اللي موجودة عندي تحت دي يبقى دي النق بتاعي طيب خلي بالي انا هعمل ايه بقى هعمل كلقاتي هقوم نازل من هنا عمود كده زي ما انا شايف في الشاشة عندي تمام قفلت الشكل التاعي دوت الى مسلس قاعد المسلس بتاعي اهو تمام هاخد المسلس ده وتعامل معاه بقى اخد المسلس ده ودى ان انا اتعامل معاه المسلس ده عبارة عن مسلس قائم الزاوية تمام وده وطر الجزء ده موجود وطر عندي فيه الوطر بتاعي المسلس عشان اجيبه بيساوي ايه مربع الوطر دوت او مربع الوطر بيساوي مجموع المربعين المنشئين على الضلعين الاخرين يعني هربع الضلع اللي موجود عندي ده زائد مربع الضلع ده يبقى انا القصة كلها ان انا اجيب بيانات هذا المسلس القصة عندي ان انا اجيب ايه بيانات هذا المسلس بيانات المسلس ده هتيجي منين اولا هو مديني القاعدة اللي موجود عندي هنا دي مدهاني مديني قطر القاعدة طب قطرها مثلا على سبيل المثال عشرة سانتي يبقى النق بتاعتها بتاعتها كام خمسة سانتي وجي الراجل مديني قطر الفواه اللي موجود عندي هنا تمام الدهاني مثلا عشرين سانتي يبقى النق بتاعتي عندي كام دي كلها تبقى خمسة سانتي اه عشر سانتي لان دي كلها عشرين سانتي تمام هطرح الخمسة بتاعتي اللي موجودة هنا من العشرة اللي موجودة هنا هيتبقى خمسة يبقى دي خمسة سانتي الحتة دي خمسة سانتي اده اول ضلع موجود عندي في المسلس يبقى الارتفاع ده عبارة عن ايه عبارة عن ارتفاع الجزء المجموع تاني بقى يبقى انا عشان اجيب بيانات المسلس اللي موجود عندي في الجنب المسلس القائم الزاوية ده بطرح القاعدة دي من نص قطر الفواه بطرح نمك القاعدة من نص قطر الفواه بتديني الدلع ده تمام وبدأ اجيب العمك ده اللي هو متدوني في الارتفاع بتاع المؤيس طب عشان اجيب بينات هذا المسلس عبارة عن ايه عفوا الدلع ده تربيع زاد الدلع ده تربية يبقى الدلع الوطر بيسوي مجموع مربعي الدلعين الاخرين تمام يبقى النق بتاعتي ايه لما طلع الوطر بتاع هذا المسلس هجمعه على القاعدة هجمعه على ايه نص القاعدة بتاعتي او نق القاعدة بتاعتي يبقى النق بتاع الجزء المجموع بيسوي نق القاعدة زاد النقطة الواصلة من نهاية القاعدة لبداية الفواه فوق او نهاية الفواه فوق دي قلاصة الجزء المجموعة عشان البسيط عشان ما احترش معاك ما تحترش معا البندو وتبدأ ان انت تحل ايه غلط بعد كده اقوم اعمل ايه كاتب مساحة الجزء المجموعة عبارة عن طه نق تربيه انا ببدأ ادور على النق هنا بقى ببدأ اتعامل مع النق النق بتساوي ايه بساوي نص نق واحد اللي هي النق القاعدة نص قطر القاعدة اللي تحت خالص زائد نص الفرق ما بين القاعدتين طرحت ما بين القاعدتين مع بعض زائد مربع الارتفاع اديتني النق يبقى انا كل قصة كلها ان انا بجمع القاعدة بتاعتي زائد نص الفرق ما بين القاعدتين زائد مربع الارتفاع قد بطبق نظريته في صغورس كل ده تحت الجزر طبعا يبقى النق الواحد زائد واحد تربيع زائد واحد تربيع كل ده ببدأ ان انا احطه تحت الجزر بعد التربيع هو وطلع الناتج بتاعي هطلع كيمة النق بتاعتي اطرح عليها نص كتر القاعدة بتاعتي اللي موجود عندي زي ما احنا اتفقنا عليها من الاول بيديني النق بتاعي الجزء المجموع ككل طيب الجزء المجموع بيساوي ايه حجمه ولا مساحة مساحة ده احنا قلنا انها مساحة خلاص مش محتاجة عيدها تاني طبع نق تربيع طيب الطاب كام اتنين وعشرين على سبع النق كام كانت اربعة اتنين واربعة من عشر الصنتي قدامي هي في اخر يعني اربعة وعشرين على عشر تربيع يعني فيه اربعة وعشرين على عشر تاني يبقى اتنين وعشرين على سبع فاربعة وعشرين على عشر فيه اربعة وعشرين على عشرة عايز تكتبها اتنين واربعة من عشرة مفيش مشكلة بيساوي 18 واحد من عشرة سنتيمتر مربح يبقى انا كده تعاملت مع الجزء المجموع وفصصته وحللته وجبت النق وجبت المساحة بتاعتي في بعض الاحيان بقى يجي يقول لي خلي بالك ان الجزء المجموع ده فيه سجب في القاعدة قطره مثلا واحد سنتيمتر يبقى بعد ما خلص كل الرحلة بتاعت فيساورس والجزء المجموع وعسكة العمود وتعامل مع المسلس لازم اطرح منه الدائرة او السجب بتاعي تمام السجب بتاعي عبارة عن ايه طه نق تربية يبقى انا عندي طه نق تربية بتاعت الجزء المجموع وعندي طه نق تربية بتاعت الايه الدائرة او الجزء المفرخ خلي بالي دي حاجة ودي حاجة لان في بعض الاحيان انا بطلغبط وانا بحلم ممكن يجي يقول لي ايه ده متفرخ منها مستطيل هو حسب ما هو عايز ويبدأ يقول لي تمام يبقى انا هنا اتعاملت معاها وجبت المساحة الصوفية حسب الشكل اللي هو هيقول لي عليه تمام ونخش على البند اللي بعد كده منشور قائم خلي بالي هنا بقى منشور قائم زو ايه بقى ايه اثنى عشر ضلع محزز طوليا طول ضلعه ضلعه واحد سنتي وارتفاعه اثنين ونص سنتي وله قاعدة صفلة له ايه قاعدة صفلة بأكد عليها تانية ان له قاعدة صفلة خلي بالي المنشور ده ماله زو اثنى عشر طيب نرجع مع بعض تاني ونشوف خلي بالك من حاجة مهمة قوي لان البند ده ممكن يلغبطني ممكن ايه يلغبطني هل هو حجمه ولا مساح مساح لان المنشور مفرخ ما قال ليش لمصمت ولا قال لي مشكل بواسطة السباكة ولا قال لي اي حاجة يبقى ده مساح محيط القاعدة في الارتفاع محيط القاعدة هنا عبارة عن ايه ضاد في اثناشر قال لي بالنا عشان انا متعود في المؤسسة كلها انا خدت ضاد في ستة طول الضلع الستة لاني كان سداسي هنا الوجه عندي اثناشر وجه يبقى القاعدة في المسقط القفق عبارة عن ايه اثناشر ضلع تمام يبقى ضاد في ستة ضاد في اثناشر تمام في الارتفاع محيط القاعدة في الارتفاع ولكن برجع قال لي حاجة مهمة قوي قال لي اني له قاعدة سفلة له ايه قاعدة طب قاعدة ولا قاعدتين ده له قاعدة واحدة طيب القاعدة عبارة عن ايه مساحة القاعدة مساحة القاعدة مساحة الاسناشر زو اسناشر ضد تربيع في المعامل الحسابي يبقى انا جبت المساحة الجانبية مساحة القاعدة جمعتهم على بعض ادتني المساحة الكلية طب ممكن في هزا البند برضو اقول ان في قاعدة صغرى او قاعدة قاعدة للمنشور ومفرغ منها جزء تاني يبقى المساحة الصوفية المساحة الجانبية زاد مساحة القاعدة ناقص مساحة الصغر يبقى هو ما قال ليش الكلام ده قال لي يبقى قال لي المنشور زو اثنى عاشر وله قاعدة يبقى المساحة الجانبية زاد مساحة القاعدة ما تنساش مساحة القاعدة عفوا ما تنساش مساحة القاعدة لان في بعض الاحيان انا بنسمى مساحة القاعدة دي ويبقى انا حلت البند كله كويس ولكن جيت ما كملتش البند بتاعي فما كملتش الحل مزبوط فطلع الحل مش مزبوط مش اخد الدرجة مزبوطة. نرجع تاني للبند بتاعي زو اسنا عشر. المساحة الجانبية عبارة عن ايه? محيط القاعدة في الارتفاع محيط القاعدة داد في اتناشر في الارتفاع في عين? محيط اتناشر عدد اتناشر ضلع. اتناشر phi الارتفاع بتاعي اللي هو اتنين ونص 6. اريد ومعين انا هاكد عليها هذا. محيط القاعدة. محيط القاعدة ضغط في اتناشا. في الارتفاع. تمام ضربت في الارتفاع. طلعت النتج بتاعي. بس خلي بالك فيه نقطة مهمة. ايه هي? ان له قاعدة. فهذه الحالة ده التربيع في المعامل الحسابي بتاع زو اثنى عشر. المعامل الحسابي ده نسبة ثبتة. زو اثنى عشر حداشر واثنين من عشر. طب المسدف كانت كام? اثنين وستة من عشر. تمام. يبقى احداشر واثنين من عشر. ده التربيع في المعامل الحسابي. خلي بالي. جميع المضلعات المنتظمة. جميع المضلعات المنتظمة معلومة. وبأكد عليها. كل المضلعات المنتظمة مساحتها. ده التربيع في المعامل الحسابي. ايه هي المضلعات المنتظمة دي يا مستر? اللي هي مربع. مخمس. مسدس. مسبع. مسلس متساوي. تمام? كل ده ضد تربيع في المعامل الحسابي. ضد تربيع في المعامل الحسابي. طب كل حاجة ليها معامل حسابي يخص بيها. يبقى كل حاجة ليها ايه? معامل حسابي يخصها. المسلس ربعمائة تلاتة وتلاتين من الف. تمام? المربع واحد. ده ضد تربيع وبسكت. فواحد ما بعوضش فيها. المسدس اتنين وستة من عشر. وهكذا. طب الزو اصنع عشر. حداشر واثنين من عشر. يبقى مساحة القاعدة لازم اضيفها. لازم اضيفها. ضد تربيع في المعامل الحسابي. اشوف ضد بكام طول الضلق كان كام. واضربه في المعامل الحسابي. الناسبة السابتة بتاعتي هطلع مساحة القاعدة. اجمع على المساحة الجانبية اللي انا لسه جايبها. جبت المساحة الكلية بتاعتي. نرجع تاني نشوفها. يبقى هنا. ضد تربيع في المعامل الحسابي. ضد كانت بواحد. تربيع يعني واحد في واحد. المعامل الحسابي واحد احداشر واثنين من عشرة. تمام? بيساوي احداشر واثنين من عشرة. لان واحد في واحد في احداشر واثنين من عشرة. اه يبقى بيساوي احداشر واثنين من عشر سنتيمتر مربع. طب المساحة الكلية للمنشور ايه بقى? تمام. المساحة الجانبية كانت تلاتين. زائد مساحة القاعدة اللي انا لسه جايبها الحداشر واثنين من عشرة. تمام. طلعي انها تجيب كام? واحد واربعين واثنين من عشرة. ودي المساحة الكلية يبقى انا حلت مزبوط وحلت صح. اخدها احطها في الجدول بتاعي تحت بند المساحات بعد ما خلص خالص يبقى انا ماشي مزبوط. تمام. جزء مشكل باسلوب الجمع على المخرطة. قطر قاعدته الصغرى هو اربعة سنتيمتر. جاب لي قطر قاعدته الصغرى هو. وقطر الفواها اربعة وخمسة من خمسة واربعة من عشرة سنتيمتر. وارتفاعه. لاحظ ان البنوت بتتعد وتتقرر. يبقى انا لو فهمت مرة هطبق بعد كده مش محتاج ان انا خلاص. ان انا كل مرة ابقى الموضوع صعب بالنسبة لي. وابص على الرسمة بتاعتي. وابدأ اعوض. قطر فواها كان كام? اعرفه. اجيب خط النص بتاعي. تمام. وابدأ ان انا اشوف النك بتاعتي عبارة عن ايه زائد ايه? الضلع دي اللي طلع اللي دوت. زائد. دلع القاعدة ديت. لنص القطر. تمام. هعمل ايه يا مستر? انزل عمود هنا في نهاية القاعدة. وقفل شكل المسلس اللي موجود على الجنب ده. تمام. والمسلس ده عبارة عن ايه? الوطر بتاعي. عبارة عن مجموع المربعين المنشئين على الضلعين الاخرين. يعني. هابدأ اجيب مساحة الجزء المجموع. مساحة الجزء المجموع. طه نك تربيع. طيب انا هنا بدور عن نك. النك دي عبارة عن ايه? نص القاعدة بتاعتي. نص القاعدة بتاعتي. نك. زائد نص الفرق ما بين القاعدتين تربيع. لازم اربع. عشان نظريت في سغورس. زائد. مربع الارتفاع. كل ده تحت الجزء. لان انا هنا ايه النك. مش ايه النك تربيع. تمام. وابدأ ان انا اطلع الناتج بتاعي. يبقى هنا. النك بتساوي اتنين. زائد. سبعة من عشرة. تربيع. زائد واحد. تربيع. يبقى النك بتساوي ايه? اتنين زائد تسعة من عشرة. زائد واحد من واحد. يبقى تلعت الناتج بتاع النك بتاعتي. تلاتة واثنين من عشرة. ابدأ اعود اياخد النك دي وحطها في قانون المساحة. يبقى انا كل القصة واللفة دي كلها عشان اجيب النك. في بعض الاحيان خلي بالي ان هو بيديني النك مباشرة. او بيديني الكتر مباشرة. يبقى انا مش محتاج ان انا ادور على نك في هذه الحالة. لا ده هنا انا دورت على النك وجبتها. يبقى المساحة عبارة عن ايه? طه نك تربيع. طه بكام? اتنين وعشرين على سبعة. النك. لسه طلع ايه تلاتة واثنين من عشر. تمام. فيه تلاتة واثنين من عشر. اللي هي اتنين وتلاتين على عشر. فيه اتنين وتلاتين على عشر. بالساوي. اتنين وتلاتين وتمنتاشر من مية سنتيمتر مربع. حلية البند مزبوطة. خدت درجة بتاعتين مزبوطة. تلات بالنتيجة كويسة. تمام. طب الخطوة اللي بعد كده. حلقة دائرية كترها الداخلي. خمسة من عشر اه 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 خمسة واربعة من عشر سنتي. وقتها نصف دائرة. لازم اسأل نفسي سؤال مهمة قوي. هنا بقى الحلقات دي عبارة عن ايه? مصنوعة من ايه? مصنوعة من سلك. كل الاسلاك عبارة عن حجم. حجم السلك عبارة عن ايه? مساحة المقطع في المحيط المتوسط ازا كان ملفوف. وازا كان طولي يبقى في طوله. مساحة المقطع في طوله. تمام. يبقى هنا مساحة المقطع في اه المحيط المتوسط لو كان ملفوف. وازا كان طولي يبقى مساحة المقطع في طوله. تمام. يبقى هنا الحلقة عبارة عن ايه? حجم الحلقة بيساوي المحيط المتوسط في مساحة المقطع. طب المحيط المتوسط انا عندي محيط داخلي. ومحيط خارجي. اللي هي الطه قاف واحد زي الطه قاف اتنين. على الاتنين. لان هي ملفوفة على هيئة دايرة. في مساحة المقطع اللي هي الطه. نك تربيع. لان مقطع عبارة عن دايرة. نرجع تاني مع بعض ونركز مع بعض. ونشوف انا عملت ايه في هذا البند. يبقى البند ده عبارة عن ايه? سلك ملفوف على هيئة دايرة. ومقطعه دايرة. طيب الكتر الداخلي دايرة. الكتر الخارجي دايرة. المقطع بتاع السلك دايرة. طيب هل يا مستر مقطع السلك ده ممكن يتغير? اه. ده احنا درسناها في مادة العمليات. ان انا ممكن اغير مقطع السلك ده يبقى مستدس يبقى مربع يبقى مستطيع. حسب ما انا عايز ممكن نص دايرة. يبقى مساحة من مقطع في المحيط المتوسط. طيب يا مستر انه ممكن السلك ده ملفوش على هيئة دايرة? اه. يبقى هو دايرة وملفوف على شكل مستطيع. يبقى هو دايرة وملفوف على شكل مربع. طيب. هنا ملفوف على هيئة ايه? دايرة. يبقى المحيط المتوسط عبارة عن المحيط الداخلي زائد المحيط الخارجي على الاتنين. المحيط الداخلي طاقف والمحيط الخارجي طاقف على الاتنين. وابدأ اعود اجيب المحيط المتوسط. مساحة المقطع محيط الدايرة اه مساحة الدايرة. اللي هي بتاعة مقطع السلك ذات نفسه. مساحة المقطع طه مك التربيع ونشوفها نعوض ازاي مع بعض يبقى طه افتح قوس قف واحد زائد قف اتنين على الاتنين في ده مساحة ايه دي ده ولا ايه قانون ايه ده ده المحيط المتوسط طه محيط الدايرة الكبرى زائد محيط الدايرة الصغرى على الاتنين في مساحة المقطع مساحة المقطع اللي هي طه النق تربيع ابدأ اعوض طه باثنين وعشرين على سبعة قف واحد بستة زائد قف اتنين بخمسة واربعة من عشر على الاتنين في اتنين وعشرين على سبعة في تلاتة على عشر اللي هي تلاتة من عشر تربيع تمام في تلاتة من عشر اديتني خمسة وستة من مية سنتيمتر مكعب وكده انا يبقى انا جيت حجم الحلقة بتاعتي تمام بعد كده الحجم بيساوي المساحة في السوم تمام يبقى خلي بالي من حاجة مهمة قوي يبقى انا عندي حجم وعندي مساحة حجم وعندي مساحة الحجم عبارة عن ايه تمام الحجم عبارة عن مجموعة الحجوم اللي موجودة عندي بضربها بجيب المساحات بتاعتي في السوم كيب انا بعد كده بعمل الجدول بتاعي وابدأ ان انا احط البيانات بتاعتي داخل هذا الجدول وابدأ ان انا اعوض في قلب الايه الجدول بتاعي وجمع كل المساحات بتاعتي وجمع كل الحجوم بتاعتي عشان ابدأ ان انا اطلع الحجم بتاعي طب الحجم بتاعي بيساوي ايه بيساوي المساحة في السوم المساحة اللي كانت عندي موجودة عندي داخل المؤيسة بتاعتي اللي انا جمعتها في البنوت بتاعتي. تمام? وضربت في السمك اللي هو ادواني في المؤيسة. يبقى انا مشيت الرحلة دلوقتي كلاتي. مشيت الرحلة كلاتي. جبت كل المساحات اللي موجودة عندي في المؤيسة. وجبت كل الحجوم اللي موجودة عندي في المؤيسة. تمام? وعملت جدول. عملت ايه? جدول. حطيت في هذا الجدول. كل المساحات اللي موجودة عندي داخل هذه المؤيسة. حطيتها تحت بند المساحات. وكل الحجوم اللي موجودة عندي داخل المؤيسة. حطيتها تحت بند الحجوم. تمام? جمعت مع بعض المساحات. طلعت المساحات لوحدها. جمعت الحجوم. طلعت الحجوم لوحدها. بعد كده هبدأ احول ايه? المساحة دي الى حجم. عن طريق ايه زي ما احنا شايفين على الشاشة. الحجم بيساوي المساحة في السمك. الحجم بيساوي ايه? المساحة في السمك. طيب السمك كان كام? تمانية من عشرة. المجموعة المساحات اللي طلع عندي مية سبعة وتمانين وربعمية خمسة وتسعين من الف. في السمك بتاعي كان تمانية من عشرة يبقى تسعة اربعتاشة وتسعة من مية. بعد كده ام جايب الحجم المساحات ده واجمعه على الحجم الاصلي اللي طلع عندي. ما هنخلي بالي طلع عندي فيه اسلاك مصمطة. فيه حلقة. فيه عندي اجزاء مجموعة. يبقى انا هنا جمعت المساحات وحولتها الى حجم. حول بقى كل المؤيسة الى حجم واحد عن طريق ان انا بجمع حجم المساحات زائد الحجم اللي موجود عندي داخل هذه المؤيسة بيديني مجموعة الحجم بتاعتي ستة وعشرين وخمسمية واحداشر من الف سنتيمتر مكعب. تمام. بعد كده بقوم جايب الوزن بيساوي الحجم في الكسافة بس خلي بالي الحجم كان ستة وعشرين وخمسمية واحداشر. تمام. في الكسافة بتاعتي تمانية واحد من عشرة. طلعت بجرامات. عشان احولها الى الكيلوهات. بقسم على الف. طب ضربت ليه في خمسة? عشان انا عندي خمس منتجات. يبقى وزن خمس منتجات بتوعي. بيساوي. وزن القطعة في خمسة على الف. طلعت واحد وواحد وسبعة وسبعة من مية كيلو جرام تقريبا. بعد كده ببدأ اجيب سمن الخام بتاعي. ببدأ اجيب ايه? سمن الخام بتاعي والمصنعية. تمام? سمن الخام بجيب الوزن اللي حصل عندي. واضربه في الايه? في سمن الكيلو بتاعي. بعد كده اجيب المصنعية بتاعتي بضرب عدد العمال. فعدد اللي ايام اللي هو ابتدى انه هو يجيبها. تمام? في الاجر اليومي للعامل. يبقى عدد العمال في الاجر اليومي في ايه? عدد اللي ايام اللي اشتغالها. بعد كده بطلع المصنعية بتاعتي تلعت ميتين واربعين جيلي. يبقى انا ماشي خطواتي بالتفصيل. واحدة واحدة. ابتدت ان انا اطلع كل حاجة. بعد كده انا قسني ايه? ثمن الطلع. وزن الدهب في سمن الجرام. خلاص عادي جدا. طب انت عايز تربح قد ايه? ابدأ اشوف المصاريف في النسرية بتاعتي الاول. ثمن الخام في الخمستاشر في المية بتوعي اللي هي خمستاشر عالمية. طلعت المصاريف النسرية. طب عندي ايه بعد المصاريف النسرية? برضو ثمن الخام في المصاريف النسرية اللي هي النزمة المداني خمسة عالمية. اللي هي خمسة في المية. كل ده ماشي خطوات سبتة. ثمن الخام في النزمة للدهاني. ثمن الخام في النزمة للدهاني. طيب هنا الارباح ثمن الخام في نسبة الربح بتاعتي خمستوش على مين طلعت بعد كده هقوم لقس ايه عندي سعر البيع عندها ايه هجمع كل التفاصيل اللي كانت عندي في المؤسس ثمن الخام اجور العمال ثمن الطلع المساريف النسرية المساريف العمر الافتراضي نسبة الارباح يبقى انا طلعت كل اللي موجود عندي في المؤسس الى مبلغ وهو جمعت ثمن الخامات اللي موجودة عندي زائد مصاريف النسرية زائد نسبة الارباح زائد العمر الافتراضي للالات طلع للناتج بتاع المنتج بتاعي عبارة عن خمسمية تمانية وخمسين جنيه وستة وستين قرش تمام تقريبا يبقى انا هنا عملت ايه في المؤسس بتاعتي عملت ان انا فصصت كل البنود وطلعتها في النهاية بشكل عبارة عن فلوس وابدأ تمانت كل الفلوس اللي موجودة عندي وهنا وهنا دي حلاوة مادة التخطيط ان هي بتربطني بكل حاجة بتربطني بمادة العمليات بتربطني بمادة الرسم بتخليني بتزود عندي التخيل لاني لازم اتخيل الشكل التاعي في المسقط القفك عبارة عن ايه? في المسكت الرأسي عبارة عن ايه? تمام? لان لازم اكون دارس مادة الرسم الفني والرسم الهندسي عشان اقدر اتعامل معاه. ولازم اكون مريت بعملية التراكيب الصناعية والتفاصيل بتاعتي يعني خطوات والعمليات بتاعتي. عملية الايه الانتاج. تمام? يبقى انا هنا لمت بك ازا مادة وفي نفس الوقت طلعت المنتج بتاعي وتمنته. حسبت كل البدخلات اللي موجودة عندي داخل المنتج بتاعي عشان اقدر ان انا اطلع المنتج بتاعي واطلع نسبة الايه? الربح بتاعتي واطلع التمن بتاعي. يبقى انا هنا لميت بكل المحتويات. ااكد معاكم قبل ما اخلص الحلقة بتاعتي في ايه? اني لازم ااكد على اعرف الجسم سواء كان حجم ولا مساحة. حجم اجيب حجمه. مساحة اجيب المساحة بتاعتي واطلع المنتج بتاعي. ولكن الوقت بتاعنا اجري مننا. وسعيدنا بكم. واتمنى لكم النجاح والتوفيق. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.